الآن موسيقى بسم الله والابن والروح قدس الهن واحد امين اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا ساعة الهوى معنى وحكاية معنى وحكاية بتوعنا النهاردة عن شخصية من الشخصيات الجميلة في تاريخ كنيستنا ويمكن لسه محصورين في القرن الرابع شخصية من شخصيات القرن الرابع اللي يمكن كاسم مش معروفة قوي وكثيرة حاجات ما ننسرتها نكون سمعناها قليلا قدسنا النهاردة وقصتنا النهاردة عن قديس اسمه القديس الانبى اغاثن واحد من اباء القرن الرابع الميلادي الحقيقة هذا القديس ما نعرفش كتير عن طفولته ما نعرفش بداية رهبانته ازاي هو كان واحد من الاباء الرهبان اللي في برية شييت او مش برية شييت بس هو اتنقل من اكتر من مكان لكن قديس انبى غاثن زي ما بقول لحضراتكم كده ما نعرفش كتير عن بداياته عن طفولته عن تاريخ ميلاده بالزبط لكن اللي نعرفه انه كان موجود في بدايات القرن الرابع الميلادي من الناس اللي ابتدت في برية شييت كان انسان مميز وكان اسمه اغاثن وكلمة اغاثن معناها الصالح كلمة اغاثن معناها الصالح والحقيقة كان فعلا صالح كان حلو في كل حاجة كان صالح في كل شيء نبتدي نتعرف عليه كده انه اترهبن في برية شييت او موجود في برية شييت والتلميز تحت ايدينا القديس الانبا بيمن واحد من تلميذ او واحد من ولاد القديس العظيم ابو مقار قديس اغاثن امتدى في برية شييت زي ما بقول لحضراتكم كده وكان تلميز حلو قوي الانبا بيمن وانبا بيمن حبه جدا وتلميزه وهتم بيه وكان فخور بيه وكان فرحان بيه وهنكلم عنها كمان شوية النقطة دي لكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم كده انه زي ما قلنا كده من اسمه كان صالح كان مدرسة في الفضائل كان عنده كمية فضائل وكمية دروس ممكن نتعلمها من حياته حقيقة في منتهى الروعة في منتهى الجمال انا حاول ان احنا ناخد منه دروس كده في عنوين حسب ما وقتنا يسمح النهاردة ناخدها كده كعنوين مش كترتيب حياة وكل درس نتعلم من القديس الانبا اغاثن رسالة ودرس واضح جدا جدا لحياتنا احنا اول درس ان يبتديه من قديس الانبا اغاثن بمقولة هو بيقولها بيقول لنا ايه القديس الانبا اغاثن يقول لنا كده بدون حفظ الوصايا الالهية لا يستطيع احد ان يتقدم ولا في فضيلة واحدة تاني اقول لحضراتكم تاني لانه مهم اوي القول ده يقول كده بدون حفظ الوصايا الالهية لا يستطيع احد ان يتقدم ولو في فضيلة واحدة وطبعا حضراتكم فاهمين كويس اوي ان كلمة حفظ الوصايا مش معناها ان انا احفاظها وسماحها حفظ الوصايا معناها ان انا اطبق وصية ربنا ويمكن ده يبقى الدرس الاولاني اللي ناخده عن حياة القديس الانبا اغاثن انه كان يحفظ وصية المسيح كويس اوي كان بيجاهد ويسعى في تنفيذ وصايا ربنا يجري يدور على الوصية ويحفظها يحفظها غايبا ويحفظها تطبيقا يطبقها في حياته عشان كده قدرنا نقول عليه انه هو مدرسة في الفضائل او مجموعة في الفضائل نقول له ايه سر الفضائل اللي عندك وايه سر تنوع الفضائل اللي عندك يقول لنا كده ارجع للاصل الاصل هو وصية ربنا وكأنه بيبعت لنا رسالة واضحة محددة كده عايزي با عندك فضائل عايزي بفيك صفات حلوة عايز تنمو في محبة ربنا في معرفة ربنا يلا خش على وصية ربنا اقراها واحفظها زي ما اتفقنا كلمة احفظ الوصية احفظ الوصية مش معناها الحفظ الغيبي بس حفظ الغيبي حلو لكن احفظ الوصية معناها طبق الوصية وكانت حياة الان بقى غاثة زي ما اتفقنا كده هي صورة او وسيلة اضاحة لتنفيذ وصايا كتيرة جدا زي ما هنشوف في بداية حياته كده اهتم بفضيلة محددة جدا عنده وصية بتقول كده كثرة الكلام لا تخلو من معصية كلام الكتير بيوقع في الغلط حضراتكم وانا معاكم مختبرين القصة دي كويس اوي وعارفين قد ايه يامل سنة تصرع وقد ايه يامل سنة طلع كلمة غلط وقعتنا في مشاكل وقعتنا اهم من المشاكل وقعتنا في خطايا فهو اهتم بفضيلة اسمها فضيلة الصمت وهنا مش معناها انه ما كانش بيتكلم لكن لما نقول فضيلة الصمت معناها انه كان بطيء الكلام مش بيتكلم في اي وقت ومش اي كلمة بتخرج من بقه عشان يعود نفسه على هدي الفضيلة فضيلة الصمت عمل تدريب الحقيقة التدريب ده خاص بالانباء غاثن انا مش بشجع حد انه يعمله لكن خلينا ناخد منه المنهج والفكر قال انا عايز كلامي يبقى قليل وتحت الارشاب بتاع الانباء بيمن ابو الروحي راح جايب زلطة وراح حطيتها في بقه بقه يحط زلطة في بقه حط حصة زيارة كده في بقه عشان بقه او لسانه كده يتقل والكلام ما يخرجش منه في اي وقت كلام يخرج منه بصعوبة وفضلة الزلطة دي ملازمة بقه او بتخرج وتدخل من بقه لمدة 3 سنين لغاية ما معلمه كده قال له قد اتقنت فضيلة الصمت بقى عندك فضيلة او بتاديت تمشي في سلوك اسمه او فضيلة اسمها فضيلة الصمت وزي ما اتفقنا كده الصمت مش معنى انه ساكت على طول لكن بيتكلم في الوقت المناسب بيتكلم في الوقت المناسب زي ما قال سفر الامثال كده تفاحة من ذهب في مصور من فضة كلمة مقولة في وقتها يعني كان بيطلع الكلمة في الوقت المناسب بتاعها ويبقى اول درس هنعرفه منه حبه للوصية ومع حبه للوصية اتعلم اول فضيلة اسمها فضيلة الصمت فضيلة التانية احكيها لحضراتكم كده بموقف حصل ما بين معلمه الامبا بيمين او حوار حصل ما بين معلمه امبا بيمين واحد الاباء اسمه امبا يوسف امبا بيمين قعد بيحكي كده وزي ما قلت لحضراتكم من شوية كده كان الامبا بيمين ابو القديس اغاثن فخور بي وكان بيحبه جدا ويقدره جدا ويميزه جدا عن بقية ولاده وكان مرة من المرات كده قاعد بيتكلم مع الاباء فجات سيرة الامبا اغاثن فقال عليه التعبير الاتي كده قال ابا اغاثن ابا اغاثن يعني ابويا اغاثن كان ساعدة القديس الامبا اغاثن شاب صغير لسه تلميز للامبا بيمين من ولاده في الرهبنة ومن ولاده في الحياة الروحية فلاقوه بيقول عليه كده ابويا اغاثن فاستعجبه جدا فامبا يوسف بمنتهى البراءة كده راح باصص للامبا بيمين وسأله كده لماذا تدعوه بهذا اللقب وهو حديث السن وهو صغير السن يعني ازايتنا دي بيابويا وهو صغير في السن فرد عليه انبا بيمين رد حلو قوي كده وقال ان فامه اكسبه هذا اللقب تاني ان فامه اكسبه هذا اللقب اذ عرف بالحكمة لسانه اتعرف انه لسان حكيم ونتيجة حكمته الزيدة رغم صغر سنه عشان كده الامبا بيمين دعاه ابويا وكان ما يكسفش انه يدعى انه ينادي على الامبا اغاثن قدام الناس انه ابويا وانتشرت فكرة او اوصيت الامبا اغاثن انه انسان يتمتع بالحكمة كانت الناس تحب تيجي تسمع حكمته ويتعلموا من حكمة هذا الانسان مرة من المرات حصل معاه موقف جميل كده ان مجموعة من الناس حبوا يختبروا حكمة الامبا اغاثن راحوا عشان يتحوروا معاه مش من اجل الفايدة لكن من اجل اختباره فالمجموعة دي جات قعدت تحولين امبا اغاثن بتدوا يتكلموا معاه فواحد منهم كده سأله قال له انت اغاثن المتكبر فقال له انا هو فالتاني قال له طب انت اغاثن المهزار انت الكلامك مفيهوش حاجة جد كل كلامك هزار قال له انا هو يعني واحد يقول له المتكبر واحد يقول له المهزار تالت قال له انت هو اغاثن المنافق قال له انا هو قبل على نفسه انه متكبر منافق مهضار راح واحد رابع كده وشاوله قال له اذا انت اغاث الهرتوقي قال له لا وانا يعني اجاب بحسم جديد جدا قال له لا لست انا هذا الرجل فالجمعه حاليه بقى التلميز والناس اللي بيسألوه قال له يا ابانة وصفوك بوصف صعب وصفوك بالمهضار وصفوك بالمنافق بالمتكبر قبلت كل دوت لكن يوم عنده هرتوقي ووقفت واقفة جمدة واقفة جديدة واعتردت على هذا اللقب ليه بالذات اعتردت على كلمة انك هرتوقي ايه اللي دايقك في الكلمة دي قال لهم يقولوا علي متكبر يقولوا علي مهضار يقولوا علي منافق قد تكون العيوب دي موجودة جوايا ولما ينبهوني ليها انا هستفيد منها انا اللي هستفيد منها ان انا هقدم توبة وارجع لربنا وصلح من نفسي قالوا لي طيب وإن اللي دايقك في كلمة هرتوقي قال لهم الهرتوقي هو من ينفصل عن الله هو اللي يعرف ربنا غلط وانا لا اريد الانفصال عن الله انا لا اريد الانفصال عن الله فاعجابه جدا بحكمته انه ممكن يقبل على نفسه اي تهمة اي جملة مش مناسبة ممكن يقبلها على نفسه لكن ما يقبلش اي حاجة تفصله عن ربنا او تخليه وصاد ربنا واقف غلط دي كانت حكمته وبرضو هنرجع تاني ان هو كان بيشاور بمنتغل وضوح ان مصدر مصدر الحكمة مصدر الحكمة دايما هو وصيد ربنا وان من غير وصيد ربنا لن نستطيع ان نقتني ولو فضيلة واحدة من غير الحكمة من غير وصيد ربنا من غير الوصيد الالهية مش هنقدر حتى نقتني فضيلة واحدة كان برضو ياخد باله من مشكلة بنقع فيها كلنا وكان بيجاهد فيه عكسها تماما كان بعارف ان الانسان بطبعه غضوب ويمكن ان خطية الغضب خطية من الخطايا المنتشرة وبعوم في اليومين دول بنغضب كتير وبنتنرفس كتير وبنقول كلام قاسي لناس اللي حوالينا كتير لكن الحقيقة انباء غاثن كان واخد باله اوي 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 من الموضوع دوت كان بيجاهد ضد خطية الغضب وكان ليه تعبير يقول كده الغضوب وان اقام ميتا فلن يكون مقبولا لدى الله تاني يقول كده الغضوب وان اقام ميتا لن يكون مقبولا لدى الله يعني بيقول الانسان الغضوب حتى لو بيعمل معجزات والمعجزات دي وصلت انه يقوم اموات الحقيقة ربنا مش هيبقى فرحان به مش هيبقى مقبول قدام ربنا عشان كده يحكوا عن الانباء غاثن انه كان انسان وديع جدا وهادي جدا 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 يقولولكم انت بتعمل ايه ابانا عشان تحافظ على هدوءك وعدم الغضب فيقول كده تدريب الحقيقة التدريب دوت مناسب لنا كلنا واتمنى ان كلنا نجاهد فيه لانه تدريب جميل جدا واحنا محتاجين تنفيذه يقول كده اني مانمت قط وانا غاضب على احد ده الجزء الاولاني من التدريب ارجعوا مع حضراتكو تاني يقول كده انا مانمت قط وانا حاقد او غاضب على احد يعني كان بيصفي نفسه اول بول ويطرد الغضب ناحية اي حد قبل ما ينام ما يخليش الشمس تغرب على غيزه او على غضبه زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا ده الجزء الاول في جهاده في نقطة الغضب الحقيقة مسكتش على كده لا ده ده عالي كمان درجة ودرجة حلوة قوي ويقول كده وحسب طاقتي لم اترك احد ينام وهو غاضب علي وهنا بيكمل وسيط ربنا على قدر طاقتكم او على حسب طاقتكم سالموا جميع الناس بيقول كده على قد طاقتي على قد قدريتي كده ما خليش حد ينام وهو زعلان مني وهو غضبان مني الحقيقة الحقيقة التدريب ده اعلى من الجزء الاولاني من تدريب الغضب بتاعه يعني يصف في نفسه ناحية الناس سهلة لكن كان يجتهد ايضا على قد طاقته انه ما يخليش حد ينام وهو زعلان منه ما يخليش حد ينام وهو شايل منه انا متخيل كده ان المسيح لكل مجد يقوله التطويب الجميلة دي طوبة لصناع السلام لانهم ابناء الله يدعون فعلا كان صانع سلام مع نفسه ودي البداية انه ما كانش ينام وهو زعلان من حد ما كانش يخلي حد ينام وهو زعلان منه على قد ما يقدر وهرجع اقول لحضراتكم يمكن التدريب ده احنا محتاجينه بشدة في معاملاتنا مع الاخرين والاخرين دول قد يكونوا اهل بيتي قد يكونوا اهل بيتي الواحد يتعب قوي انه ينام بالليل وبيت فيه خصام بيت فيه ناس غضانة على بعض فيه ناس حقدة على بعض شايلة من بعض اوعوا تناموا وانتوا زعلانين من بعض البيت الواحد العيلة الوحدة العيلة الكبيرة الاصدقاء المعارف وعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس رسالة واضحة جدا من حيات القديس الانبى اغاثن اجتهد في تنفيذها بمنتهى القوة زي ما قلت لحضراتكم كده بناجع تاني ان مصدر الفضائل بتاعه هو حفظه للوصية بتاعة ربنا حفظه وصية ربنا اداله فضيلة اسمها فضيلة الكلام في الوقت المناسب او فضيلة الصمت اداله فضيلة جميلة اسمها فضيلة الحكمة فضيلة التالتة هي فضيلة الهدوء والوداعة وعدم الغضب فضيلة من فضيله كمان كانت فضيلة حلوة اوي اسمها فضيلة الامانة كان انسان امين جدا كان انسان امين جدا في ممارساته الروحية مضقق جدا في ممارساته الروحية كان مضقق جدا في معاملاته كان مضقق جدا في معاملاته مضقق ممكن نحط قدامها كده كلمة اسمها امين أمين مع ربنا في علاقته بربنا صلواته نسكه حياته جهاده مع ربنا كان أمين جدا فيهم كان مضقق فيهم جدا في معاملاته مع الناس كان مضقق جدا وفي قبول المعاملات مع الناس كان مضقق جدا أحكي لحضراتكم موقف صغير كده حصلت مرة من المرات جال واحد من التلاميذ يسكن معاه واحد من تلاميذ واحد من محبيه جاي هيقعد معاه فيه الألاية بتاعته فترة ودي كانت عادتهم في الفترة دية كانوا يتلمزوا على دين القديسين ويروحوا يسكن معاه أو يسكن حواليه فلاقى واحد من التلاميذ اللي جاي يسكن معاه جايوا معاه كيس فبيسأل كيس ده فيه إيه قالوا فيه ملح النطرون هما كانوا في منطقة وادي النطرون في منطقة بريتشييت مشهورة بالملحات مشهورة بملح النطرون كان متوافر جدا طريقة طبيعية قال له من أين أتيت بهذا الملح جبت الملح ده جبت ملح النطرون ده جبته منين قال له يا أبي وأنا جاي في الطريق لقيت هذا الكيس أو لقيت هذا الملح ملقى على الأرض فخدته وجبته يعني ملح ملوش صاحب مرمي في الأرض خدته من على الأرض وجيته جبته معايا وأنا جاي قال له هو بتاعك دفعت تمنه قال له يا أبي ده ملقى على الأرض قال له قال له إن أردت أن تسكن في هذا المكان ارجع الملح إلى مكانه ارجع الملح إلى مكانه قال له إيه اللي حصل بس يا أبي قال له قال له الملح ده مش بتاعنا ما يخشش للألاية بتاعتي أو ما يخشش المنطقة دي حاجة أنا لا أملكها قال له دي مرمية قال له ترجع بصاحبها وما له الصاحب تفضل ما تاخدش حاجة مش بتاعتك كان في منتهى الأمانة وفي منتهى التدقيق قد نكون في حاجة إلى هذه الأمانة وهذا التدقيق الشديد وهذا الحزم مع النفس في معاملتنا مع ربنا ومع الآخرين صالح ده معنا كلمة أغاثن هو صاحب رحلتنا النهاردة في حلقتنا النهاردة القديس الأنبى أغاثن محب وسيط ربنا اللي خلته يسلك بأمانة خلته يسلك بحكمة خلته يسلك بصمت وهدوء خلته يسلك في عدم غضب سأزن حضراتكم هنخرج لفاصل قصير ونرجع مع بعض نستكمل رحلتنا مع القديس الأنبى أغاثن للهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين موسيقى 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 والمسبح حياتنا والشموع نوريا مهوة أيقناتنا والجسد والدم منتنا وللسباتنا في المسيح والبشرين عشاننا مات نحن من غيرك ونعرفش يا حناني والسوالي تعدك في بعادة سنين يكني سبنا يا غالية إيه بعدنا عالي كلنا جيد قلت مشتقين فرحة القلب اللي هي واحنا عايشين بين إيديكي لو نقدم لك هدية رحنا ما تغلاش عليكي جوه حضنك كنا بنعيش أحلى عيين بس غاب أحساس ومحنا احنا هناك بعيد والحنين يوم بعد يوم عمالي زين داي عاش كواكي صعب كنا فيكي احنا من غيرك ما نعرفش يا حناني والسوالي تعدك في بعادة سنين يكني سبنا يا غالية إيه بعدنا عالي كلنا جيد نقول لك مشتقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل إيد بمساعدة أم حرمت ديها كل خدمة مع الكرات رنمت فيها كل تفاصيل جوه منك مش نسيها مهما هحكي عليك يا عمري ما قلت فيها احنا من غيرك ما نعرفش يا حناني والسوالي تعدك في بعادك سنين يكني سبنا يا غالية إيه بعدنا عالي كلنا جيد في قلت مشتقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله بسم الله أبوة ابن وروح قدس إلهي واحد أمين أهلا بحضراتكم الجزء التاني من حلقتنا النهاردة بلنا مجنى ساعة الهوى معنا وحكاية والحكاية بتاعتنا النهاردة عن قديس اسمه الأنبى أغاثن قلنا أغاثن معناها صالح وهو كان مدرسة في الصلاح أو مدرسة في الفضايل شفنا محبته لكلمة ربنا اديته فضيلة الصمت أو الكلام في الوقت المناسب الهدوء وعدم الغضب فضيلة الحكمة الحقيقة وفضيلة الأمانة حقيقة فضايله مستمرة معانا ونكمل كده استعراض لفضايل هذا الإنسان من المواقف أو من الفضايل الحلوة جدا في حياة هذا القديس أنه كان ماشي على الوصية بتاعت لا تدينه كان بيجاهد وبيحارب وبيتعلم وصية لا تدين وكان يركز قوي أنه لا يدين باللسان ولا يدين في داخله وصل لدرجة جميلة في عدم الإدانة لدرجة أن مرة حصل موقف لطيف موقف ده أنه كان هو وأحد الأباء عاديين بيقروا في كتاب المقدس كانوا بيقروا في سفر التكوين كانوا بيقروا الجزء بتاع أبونا يعقوب أبو الأباء لما أولاده نسلوا مصر ويوسف احتجز اتنين من الأولاد فالأعدم تموني ولادي أعدم تموني يوسف وأعدم تموني شمعون وعايزين تاخدوا بين يمين كمان فالأب اللي بيقرأ مع القديس الأنباء غاثن قال له يا أبونا يعقوب أما يكفيك أن عندك عشرة أولاد يعني بيقول له أنت صعبان عليك أن راح تنين ما أنت عندك عشرة غيرهم يعني مفيش داعي للحزن والوجع اللي أنت فيه دوت كأنه كده هنا لهذا الأب بيدين أبونا يعقوب فالأب غاثن رد عليه رد عجيب جدا قال له ألم يدعوه الله بار ربنا قال على يعقوب ده أنه بار في الآخر وأنه واحد من قديسين إسرائيل قديسك يعقوب إسرائيل قديسك قال عليه قديس جاي تدينه ملكش دعوة لا تدينه ويتكلم كده يعني بمنتهى الحسب مع الأب أنه ما يدينش أبونا يعقوب حيث الموقف ده قد يكون موقف صغير لكن يوصل لنا رسالة كده أن هذا القديس القديس الأنب أغاثن كان عايش بمنهج مليش دعوة لا أدين لا تدينه كان حطه قدامه كويس قوي وبثياء لي زي ما قلت على الفاته كده أقول على الفضيلة دي برضو من الفضيل المحتاجينها بشدة اليومين دولت لا تتدخل فيما لا يعنيك مليش دعوة الحكم مش بتاعي الحكم بتاع ربنا وربنا في الآخر قال على يعقوب أنه قديس ربنا قال على يعقوب أنه قديس من فضيله الجميلة برضو أنه كان إنسان عايش بفضيلة اسمها فضيلة القناعة كان إنسان قنوع أو كان إنسان عارف خطورة محبة المال فما كانش بيجري وراء الفلوس حضرناكم عارفين أن الأباء الرهبان في القرون القديمة بالذات في القرن الرابع والخامس في البدايات الرهبانة كده كانوا عايشين على عمل يدين كانوا يعملوا شوية إقفاص بالخوص أو سبتة وينزلوا للأسواق يبيعوها عشان يجيبوا فلوس يشتروا بيها أكل للدير والأباء الرهبان الشيوخ فكان القديس أنبقى غاثن بيعمل عمل يدين وينزل يبيعوه في السوق وبتمنه يعيش هو والأباء الرهبان أو يعيش نفسه على الأل فكان عنده قاعدة غريبة جدا وهو بيبيع وهو بيشتري كان ينزل السوق يبيع منتجاته ويشتري اللي احتياجات بتاعته طبيعي زي ما كلنا بنعمل بنبيع وبنشتري طب بتعمل ايه في البيع والشرا القاعدة الأولى في البيع والشرا هي الفصال يعني الناس بتفاصل في التمن ودايما عايزين ياخدوا أعلى سعر لما يبيعوه وقال لسعر لما يشتروا لكن الحقيقة كان له منهج آخر كان يروح يعرض العمل يدين بتاعه دوت على أول تجري أبغى والتجري دوت يقول له أنا هشتري منك الشغل دوت بسين من الفلوس يقول له حاضر اتفضل وياخد الفلوس طب مش تستنى جايز تاخد أكتر فاصل معاه جايز تاخد اشترين زيادة لا 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 مفيش مجال للفصال بعد كده يروح يشتري يشتري احتياجاته واحتياجات الأباء اللي معاه لما ييجي يشتري يعمل ايه؟ حقيقة ما كانش يفاصل برضو يقولونه الحقيقة اللي هتشتريها بصاد من الفلوس يقولونه طلع الفلوس اللي معاه دافع تمنها بمنتهى الهدوء ما كانش بيشغل باله هيبيع بكام وهيشتري بكام أصله عارف أنه لو شغل باله بمحبة المال محبة المال أصل كل الشرور هتدخله في إيدانا وهتدخله في غضب وهتدخله في خطايا كتيرة جدا فكان إنسان قنوع يشكر ربنا على اللي يجينه وفي نفس الوقت اتعلم كده من هذه الفضيلة أنه ما يبقاش معاه متعلقات يقوله كده لم يكن يملك شيء عشان كده كان سهل التنقل كان واحدة من صفات أنب أغاثه إنه ما بيعودش في مكان كتير يتنقل من هنا الهنا 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 المكان اللي يلاقي فيه راحته واللي يعرف يتكلم فيه مع ربنا يروح ويعوض فيه شوية شوية وينقل لمكان تاني والمكان تالت لم يكن له مكان سابت ما كانش ليه حاجة بتاعته فكان حركته خفيفة جدا وحركته سهلة جدا ومرة من المرات يقوله كده اقتنى حاجة زي سكينة كده أنتو عارفين لما بيمشوا في الصحراء أو يمشوا في المبين الزروع كده في المزارع كانوا بيقتنوا حاجة زي سكينة كده يقطعوا بيها الأخصان اللي بتقابلهم في السكة عشان ما يتعوروش بيقوله في مرة من المرات اقتنى واحدة غالبا جات له هدية أو لأي سبب اقتناها كان معا واحدة فبيقول كده تقابل مع أحد الأباء فالأب بص كده وقال له حلوة السكينة دي فمنتها البساطة أم بأغاث قال له تفضلوا سبهالوا ومشي وده كان كل ما يقتنيه لم يكن متعلق بالماديات خالص ما كانش شايل هم فلوس ولا يقتني شيء ولا يقتني شيء أنا ما يهمنيش حتى تلاقتناء على قد ما يهمني قلبه لم يكن متعلق بماديات قلبه لم يكن مجهول بالحسابات لكن كان زي ما بيقولوا كده سيبها على ربنا بمنتهى الإيمان ومنتهى البساطة أنا مش بلغي طبعا أن احنا نقطط وأن احنا نحوش لكن من غير ما قلبنا يبقى مهموم ولا مجهول ولا متعلق بالماديات والحقيقة نتيجة عدم تعلقه بالماديات نخش لفضيلة جميلة كانت موجودة فيه هي فضيلة القلب الواسع المفتوح بالحب فضيلة العظمى والأكبر في المسيحية فضيلة المحبة ربنا يقول لنا كده تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك كان عنده قلب مفتوح بالحب لكل الناس بطريقة مش معقولة وحبه كان حب عملي لما نقول حب عملي يعني حب بادل حب فيه تعب لجل الآخرين حب للآخر أي أن كان الآخر ده حب للآخر من غير ما يعرفه حب للآخر حتى لو الآخر متعب حب للآخر حتى لو الآخر مش ببادلك الحب أو مش بقدلك الحب أنا بحطهم وراء بعض عشان أقول لحضراتكم كده مواقف جميلة من حياة القديس الأنبأ غاثن تورينا فضيلة المحبة والمحبة العملية أو المحبة البذلة اللي كان بيقدمها هذا القديس بيحكوا عنه أنه في مرة من المرات نزل السوق عشان يبيع منتجات إيده كالمعتاد هو نزل السوق كده لقى على طرف السوق كده إنسان غريب غريب عن البلد غريب عن المنطقة محدش عارفه كان ملق على الأرض ومريض وعلى الأرض وعيان ومحدش سأل فيه ولا حد يهتم به فحاول الأنبأ غاثن يسأل حد يعرفه ومحدش يعرف هذا الإنسان ومحدش بيساعده حتى فالأنبأ غاثن راح باع منتجات الإيد بتاعته وراح مأجر مكان وراح على الراجل ده في السوق شايله وموديه في أوضة كده وقعد يهتم بعلاجه العلاج بيحتاج إلى تكاليف ويحتاج إلى مصريف فبقى يعمل عمل يدين اللي كان بيعمله في الألاية وبيعمله في البرية بقى يعمله في البيت دوت وبإراده يصرف على هذا الإنسان المريض يقوله كده أنه فضل على هذا الوضع مدة أربع شهور أربع شهور كاملة قاعد كل اللي بيعمله أنه بيهتم برعاية هذا الإنسان يأكله ويشربه ويجيب له طبيب ويجيب له أدوية مش بس كده ده يعمل عمل يدين ويبيع عمل يدين وبالإراد يصرف على هذا الإنسان تعرف الإنسان ده لا ما عرفوش ما عرفوش لكن ربنا حط في قلب يتحرك بالحب والإشفاق على الآخرين زي ما بقول لحضراتكم كده محبة عملية بادلة بغض النظر المحبة دي رايحة لمين لأن أوقات كتيرة إحنا بنقيم المحبة دي رايحة لمين عمل المحبة ده رايحة لمين لكن كان قلبه مفتوح بالمحبة للكل ولم يعلم من هذا الشخص والحقيقة كان منهج حياته بالمنظر دوت كان منهج حياته بالمنظر ده إنه يقدم حب ويقدم محبة عملية للكل مرة من المرات برضو كان رايح السوق يبيع عمل الإيدين وعلى مدخل السوق كان موجود واحد بيستعطي واحد بيشحت كعادة الناس اللي بتستعطي موجودة بس هذا الإنسان كان مصاب بالجزام والناس كانت بتبعد عنه فهذا الإنسان اللي بيشحت والجزام كان يعني ربنا حافظ على الكل بيأكل في الأطراف كده فكان الإنسان ده مقعد فرح الإنسان المصاب بالجزام دوت اللي بيشحت رح نادح على الأنباء غاثم قال له يا راهب تعالى فأنباء غاثم منتهى الهدوء منتهى الوداعة رح له قال له أيوة قال له انت رايح فين قال له أنا رايح السوق أبيع عمل الإيدين بتاعه عمل يدي قال له خدني معاك قال له حاضر منتهى البساطة كده شعله على كدفه ودخل بيه السوق دخل الأنباء غاثم عند أول تاجر وباع جزء من الشغل حسن ما يقدر التاجر يشيل خد منه جزء من شغله وده له فلوس فالرجل المقعد اللي عنده جزام ده اللي قاعد على كدف الأنباء غاثم قال له بيعت بكام وانتهى التطفل بس قال له بيعت بكذا قال له طب اشتري لي الشبكة الفلانية حاجة كده يلبسها وتساعده في الحركة قال له حاضر وراح اشترهاله بعد كده باع فاص تانية باع عمل يدين تاني قال له ها باعت بكام قال له باعت بكذا قال له هاتلي باللي باعته أكل هاتلي بيه طعام باع تالت قال له هاتلي بيه كذا وكان أنباء غاثم خلص الشراء بتاعه في السوق فنزل الراجل فالراجل قال له نزلتني ليه قال له كل واشرب قال له وانت راح فين قال له ماشي قال له لا ما تسيبنيش كده رجعني رجعني إلى المكان اللي خدتني منه فعلا نحخده الأنباء غاثم رغم كل يعني آسف التعبير رغم انه كان بيتعامل معاه بطريقة جفة هذا الشحات المقعد المصاب بالجزام كان بيتعامل مع أنباء غاثم منتها الجفاء كان أنباء غاثم استحملوا بمحبة ورجعوا للمكان نزلوا على الأرض واتدور كده فلاقى هذا الإنسان بيقوله بصوت رقيق جدا طباق طباق يا أغاثم أمام رب المجد طباق يا أغاثم انك شبيه بالملايكة انك عامل زي الملايكة يتلفت أنباء غاثم عشان يشوف الموقع الده اللي بيتكلم معاه ملاقهوش والأباء يقولوا ان ده كان ملايك من السماء ربنا بعثه عشان يظهر به قداسة واحتمال هذا الإنسان القديس العظيم أنباء أغاثم أغاثم قلنا يعني صالح اللي كان مليان بالفضائل استاذا خضراتكم هنخرج لفاصل تاني ونرجع نتقابل مع خضراتكم مرة تانية ولو في أسئلة من خضراتكم على تليفونات البرنامج اللي بيبان قدام خضراتكم على الشاشة نستقبلها فاصل قصير ونتقابل مرة تانية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد أمين السلام لك يا ماريامي يا ماما قليل تصيح لنا بسر معظم صوتها مبهج وفريح السلام لك يا كرم انقدها قد أصمر رص ينبع الحكمة وفهم علي محصر السلام للإناء المسطور قبل كون العالمين المحتوي نور من نور في حيض ملاب كل حين السلام لك يا كنز خفي حابل كل الأسرة وبكلمة وعدهم في رسائر الأباء الأبراء السلام لك يا مظلت أبي الأباء إبراهيم حكمة خفية وظهرت أحطر فيها كل فهيم السلام لي أنبو عصحة غروة السرع المثمر السلام لفجر مشرف أشرب في عالم مطفق السلام لتهليل يعقوب واصل كل البركات وراحة للشعوب وبها زلت اللعنات السلام لحقل مشهور وفي وسطه الجوهر وجده يوسف مبرر ويفوك كنزا أبهر يا حقلا نقيا مبرر وفي وسطه خالق لا يرى سياري المشكوب مبرر له العظمة والقدرة السلام لسفينة نح والنجمة البدرية اشراق فجرية نحنر لكل البارية يا حقلا غير مفلح من ذاته بغير تفليح سقحصر مفلح روحان قدسا وصريح السلام للمصنوعة وصنعها هو جننها واي بيده مهدوعة وولدك صبيب آل طوبك يا من سرك متعالي عجيب ورهيب احتر عقلي في عمرك بل وعقلي كل نجيب ما أبهج نورك في ضياء يدق على أهل الظلمة عبدك إبليس أغوى سير من أهل النقمة فيا ويلي ويا أسفة فات العمر ولا أدرة أجار الكرم أجرة هو نخال من الأجرة أبرى الشيطة وصف ولم أذكر بخلص قرب الخاصة والهف وأنا مربو بقصة بسم الله ياب والابن والروح قدس إلهي واحد أمين أهلا بحضراتكم وجزء الثالث من حلقتنا النهاردة بالنمجنا ساعة الهوى معنا وحكاية وكنا في رحلة مع القديس الأنبى أغاثن أي الصالح وشفنا مجموعة من فضائل هذا الإنسان الجميلة يا رب نتعلم واحدة منها وتثبت في حياتنا معنا اتصال أستاذ يميل بساعة النور أهلا بيك أخبرك يا ابونا نشكر ربنا تفضل ابونا معايا سؤالين ممكن أكلم أسين يا ابونا تفضل يا ابونا أول سؤال يا ابونا أنا بعترف أخبرك تمام وبعد ما أعترف ما أطلع من عند يا ابونا كده حسن الخطايا بيزيد علي يعني الحربات بيزيد علي كده يا ابونا تمام تمام بس خالد تاني يا ابونا أنا بتناول واعترف بس يا ابونا معايا معايا نات كتيرة كده بيكلمهم طيب 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 بيبقى حاسس إننا ملكه فيه فخلينا نتفق كده إنه مش هيسبنا بسهولة بيزود علينا الحرب هنا أنا محتاج إيه أولا أثق إن السر التوبة والاعتراف أنا باخد فيه غفران كامل وربنا مسامحني على كل حاجة أعترفت بيها تاني حاجة أنا بقرب من ربنا وبفرح قلب ربنا جدا تالت حاجة شيطان لأنه بيشوف شغله كويس لو جاز التعبير هيزود الحرب علي وهنا مطلوب مني إن أنا أمسك في ربنا أكتر وأدم توبة أكتر أمسك في ربنا أكتر وهنا وصاية النعمة ليها دور التناول والصلاة والكتاب المقدس والاعتراف تاني وتالت ورابع مطلوب قوي يمكن قصة حضراتك بتفكرنا باللي حصل مع قديس أمبى موسى الأسود لما قدم توبة عن خطيته اتحارب بحروب الشهوة لدرجة أنه وصل لأنه تحارب 13 مرة في ليلى واحدة فخلينا نتفق كده الحرب ممكن تزيد لفترة طبعا ممكن تزيد لكن خلينا نمسك في ربنا نمسك في توبتنا ونثق نثق في عمل ربنا وقوة ربنا اللي بترفع جزء التاني بتاع حضراتك حضراتك بتقول إنه بنتناول وبننوح كنيسة بنصلي وبنصوم لكن قلبنا شايل من حد الحقيقة إحنا محتاجين محتاجين إن إحنا نقدم مصلحة مع الناس قبل ما نتقدم للأسرار المقدسة ربنا يقول لنا كده إنت قدمت مذبح أخيك ليك أخيك شيء تذكرت إن الأخيك عليك شيء أترك هتسيب إيه؟ مذبح اذهب أولا صلح مع أخيك فإحنا محتاجين إن إحنا نتصلح مع بعض جايز اللي قدامي مش قابل الصلح على القال أنا من جوايا ما بقاش شايل منه ما ينفعش أتقدم قدام ربنا وأنا شايل في قلبي من حد ما ينفعش إن أنا أتقدم للمنولة وأنا بقول لربنا بص أنت سمحتني وصلحتني مع السمائين ومعاك بس أنا مش هصلح أخويا فناخد بالنا من النقطة دي معنا اتصل آخر أم كرولوس أهلا بيكي أم كرولوس تفضلي مرحبا أيها تفضلي مساء الخير يا بونا مساء نور أهلا بيكي كل سنة أنت طيب وأنت طيبة ربنا حافظ عليكي ممكن أسأل السؤال يا بونا أه تفضلي بص يا بونا أنا كنت بعيدة عن ربنا وقربت منه جريب ما شكر ربنا بس اعترفت اعترفت بنفس الاعتراف واعتراف لا بس أنا يعني اتناول مرتين كبدي أنا كنت بعيدة عن ربنا بس أولت جريب مرتين بس اعترفت نفس الاعتراف ليش الاعتراف كله يعني طيب نشكر ربنا نشكر ربنا أن حضرك بتقربي ونشكر ربنا أنك ابتديتي تعترفي تقدمي توبة واعتراف وأنك اتناولتي من الصراح يا بونا محرج أن أنا كمل الاعتراف لا يا حبيت أنا هقولك حاجة أديكي جربتي واعترافتي لقيت رد فعلا ربنا معاك إيه سيبك من البشر ربنا فرحان جدا 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 بتوبتك وفرحان جدا باعترافك فراحي ربنا أكتر ببقية اعترافك وخليكي واسقة أنك بتكلمي ربنا مش بتكلمي إنسان وفرحة ربنا وفرحة السماء باعترافك كبيرة جدا جدا من فضلك اتشجعي وكملي اعترافك وما تقلقيش ربنا هيقويكي ويفرح قلبك جدا معانا اتصال آخر ميرفت أهلا بيكي أبونا أقبل قائل يا بونا ربنا يخليكي تفضلي يا بونا حضرتك أولادي بيسألوني أسئلة كتير فأنا مش بعرف أرد عليهم طيب حلو كون ولادك بيسألوا دي حاجة تشكري ربنا عليها لأن معناها أنهم عايزين يعرفوا ويتعلموا كونك ما عندكيش إجابات كونك ما عندكيش إجابات ما تتخضيش من كده ده يمكن ربنا سامح بكده عشان تبقى فرصة لينا إن إحنا نتعلم من خلال أسئلة ولادنا مفيش مشكلة خالص إن أنا أقول لهم أنا هدور على الإجابة وأتعلمها أنا وأنتم مع بعض وفعلا اجتهدي إن إنتي تدوري على إجابات للاسئلة بتاعتهم من خلال خدام الكنيسة من خلال أبونا من خلال مصادر موصوك منها وقدمي الإجابة لولادك هتفرحي ولادك ويبقى ربنا إداكي فايدة مزدوجة إن إنتي نفسك خدتي علم زيادة ومعلومات زيادة من خلال أسئلة ولادك وشكري ربنا إن هم بيسألهم معانا مريم من القاهرة أهلا بيكي بسأل خير يا بوي بسأل نور أهلا بيكي أهلا بيقصك أنا أبي اعترافي راح السماء ربنا يعزيكي ويسندك يا ربي أبويا وأبونا اللي بعترف عنده تاني يعني مش بحس إن هو زي الأولاني أنا جربت اتنين طبعا بصي يعني أكيد أبونا الأولاني أنت عضيتي معاه فترة طويلة في سر التوبة والاعتراف وكل أب ليه شخصيته بس خلينا نتفق كده إن بغض النظر عن اختلاف شخصيات الأباء إحنا ما بنلغيش دور ربنا وجود ربنا في السرج خطي وجهزي نفسك كده وإنت دخلت توبي وتعترفي إن أنت قعدة قدام ربنا ده نمرة واحد نمرة اتنين اوعي قرني أبونا الجديد بأبونا اللي تنيح وراح السماء لأن كل إنسان ليه اسلوبه لكن في الآخر إحنا قدام ربنا نمرة تلاتة لو أنت فعلا مش مرتاحة ممكن تتأني شوية كده واتدوري على حد من تلميذ أبونا المتنيح أو ليه اسلوب قريب من اسلوب أبونا المتنيح فهيكون مناسب ليكي حتى لو مش في نفس الكنيسة بس خلينا نحط النقطتين الأولانيين في بلنا الأول مفيش مقارنة إحنا قاعدين قدام ربنا مش قاعدين قدام إنسان اتصال كمان من كرولوس تفضل كرولوس تفضل أهلا بك حبيبي أهلا بك حبيبي نشكر ربنا تفضل المحاربات بزديد يامونا في السيام ليه مش عارش يعني بقى طايم تلاقيه محاربات الشيطان على طول في كل حال بص لأن الشيطان شايف شغله لازم هيعمل كده إحنا بنصوم ليه خلوا بالكوا فترة السيام من أكثر الفترات اللي بترعب الشيطان لأن احنا بنقول كده في الصوم الكبير أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم فيلاقي حضرتك ومش حضرتك بس كلنا بناخد صلاة بناخد صوم زيادة بنتقو عليه وبنترده طبيعي أنه هو هيعافر وهيحارب عشان يحافظ على مكانته ويحافظ على وجوده في حياة الناس ده شيء طبيعي جدا لكن من فضلكم لما نلاقي المحاربات بتزيد ما تقلقوش تطمنوا ده معنى أن احنا ماشيين في طريق ربنا أكتر ابسك في ربنا أكتر وفي الممارسات الروحية صلاة وصوم وكتاب مقدس وتناول لو متاح على قد من أقدر اتصال آخر نعمة أهلا بيكي سلام أهلا بيكي تفضل أهلا بيكي تفضل تاني بعد إذنك الصوت مش واضح بعد إذنك ربنا أخليكي تفضل كمتاح الآخر تنيح رفت رفت الآخر التاني فمثث الوضع تاعد الآخر اللي هو قصفونا خلق آه تمام بصي يعني هو واضحاً مشكلة متكررة ليومين دولت زي ما قولنا الأخت قبل كده معلش حطي قدامك انك تعترفي قدام ربنا ما تقرنينش أبونا اللي تنيح بأبونا الحالي وآخر حاجة دوري على حد من أولاد أبونا لو الحلين الأولانيين ما نفعوش أو من ناس اللي هي أسلوب قريب من أسلوب أبونا من أسئلة حضراتكم لما بعتلنا برضو ناخد سؤال منهم بيقول كده هل أنا أهتم بتوبتي وخلاصي ولا أهتم بتوبة الآخرين وربنا هيحاسبني عليها إن أنا ماهتمتش بتوبة الآخرين حقيقة السؤال دا جاي بقلب جميل مهتم ومشتاق لتوبة الآخرين بس خلينا نتفق كده القاعدة أنا أولا مش بقانانية بس أتوب أنا الأول وعيش حياة توبة واضحة وبعد كده لو في دعوة واضحة من ربنا واباعترافي شجعني عليها أبتدي أهتم بتوبة الآخرين إلا لو الآخرين دول الأهل بيتي طبعا أنا مسؤول عنهم مية في المية لكن خلينا نتفق كده أنت أولا كتاب المقدس يقول لنا كده أعمى لا يقدر أن يقود أعمى وإلا كلاهما يقع في حفرة فالخطية هي نوع من أنواع العمى والتوبة أن أنا فتح فمطلوب أن أنا أفتح الأول أعيش حياة توبة وإذا أباعترافي تطمن لحياتي الروحية مع ربنا نتسمح أن أنا أدعو آخرين للتوبة أبتدي أتحرك بيها أتحرك في الموضوع دوت بس تحت إرشاد أباعترافي أو مسؤول عن الخدمة وهذا لا يعني أن أنا مش مسؤول عن توبة أهل بيتي لا مسؤوليتي أهل بيتي مع نفسي أنا وأهل بيتي واحد سؤال تاني لو أنا اديت العشور لواحد من خارج الكنيسة أو من خارج الإيمان حرام ولا حلال لو هو في احتياج مفيش مشكلة لكده لو هو فعلا في احتياج لكده العشور للخدمة بكل أشكالها ولكل المحتاج بكل أشكاله سؤال كمان بيقول كده ليه ليه فيه صيامات بناكل فيها سمك والصيامات لا الحقيقة الصيامات في الكنيسة الأصل بتاعها هو القاتي الصوم في أصله القاتي هو امتناع عن الطعام ثم الإفطار على طعام نباتي اللي امتناع عن طعام لوقت معين ثم الإفطار على طعام نباتي لكن بالوقت الكنيسة لقيت أن القامة الروحية وقامة الصحية للناس في أوقات كتيرة ما بتسمحش خصوصاً أن الصياماتنا حوالي تلتين السنة قسمت الصيامات لدرجات حاجة اسمها درجة الأولى من حيث النسك ودرجة تانية من حيث النسك درجة الأولى من حيث النسك دي هي صيامات الصيام الكبير بأسبوع الألام صوم يونان صوم الأربعة والجمعة كنيسة قالت دي نسكية من الدرجة الأولى فيها فترة الانقطاع أطول وفيها النسك أشد فتبقى الطعام نباتي فقط لكن البقية الصيامات كنيسة خطتها صيامات من الدرجة التانية من ناحية النسك طبعاً مش من ناحية الأهمية من ناحية النسك فالتي يسمح في الأصوام دي بساعات انقطاع أقل أولاً ثم يسمح فيها بأكل السمك على أساس أن السمك شكلي من أشكال البروتين وهو بروتين غير حيواني وأن السمك فيه معنى روحي جميل جداً أن السمك يرمز إلى الإنسان المسيحي حضراتكم عارفين أن كلمات أو كلمة سمك باليوناني اختص كانت اختصار لكلمة أو رمز للإنسان المسيحي يسوع المسيح مخلصنا فالكنيسة شافت أن السمك أكلة خفيفة أكلة مش دسمة وفي نفس الوقت ممكن تدي نوع من أنواع البروتين أو تعود جزء من البروتين للناس اللي يحب في أصوام الدرجة التانية من النسك وعلى فكرة السمك محطوط لللي يحب ومش قادر مش محطوط كتقس أنه يتاكل باستمرار ده نوع من أنواع بس السن ده اتصال تلفوني تاني من أم كرولوس ربنا خليكي تفضلي ربنا حافظ عليكي ويأويكي تفضلي أنا عندي بنتي متجوزة بس ظروفها المالية مش كويسة يعني بتيجي الآخر الشهر كده وبتزنق تمام ولما بتبع نقصها حاجة مثلا في البيت ينفع أخذ من العشور بتاعتنا واجب لها الحاجة دي لو هي الأساسيات الأكل والشرب أنا أظن أنه مفيش مشكلة في كده الأكل والشرب أو مصاريف الأساسية للبيت ممكن لكن المصاريف الطرفهية أنا مفضلش وبتيالي هنا برضو رجوعك لأبع طرافك مهم لكن كمبدأ عام طبعا لو بنتي في احتياج أو حد من قرائبي في احتياج بس الحاجات الأساسية للمعيشة مش كماليات أو رفاهيات لا كماليات ولا رفاهيات وارجوعك لأبع طرافك لغاية ما ترجع لأبع طرافك ممكن تعملي كده الحقيقة نارضة كان معنا رحلة جميلة مع قديس الأنبى أغاثن أي الصالح تعلمنا منه فضايل كتيرة ربنا يدينا أن احنا ناخد واحدة منهم تبقى سبتة في حياتنا ربنا يحافظ على حضراتكم ويدينا أن احنا نتعلم من هذا القديس الجميل لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر